السلام عليكم يعطيكم العافية شباب اليوم رح نبلش باخر درس عنا بالوحدة هاي اللي هو معادلة الدائرة حنتعلم كيف الدائرة شو هي معادلتها كيف بقدر ارسم دائرة من خلال معادلة والعكس بس قبل ما نبلش بكل هاد حابة اتأكد عليك في معلومة كنا اخدناها قبل اوضح لك الصورة بس بشكل غير مباشر ركز معي شباب بصف تامن كنا ناخد الاقتران الخطي اتعلمنا كيف نرسم الاقتران الخطي واخدنا مميزة انا بهمني بس كيف نرسم الاقتران الخطي بيكون صورة الاقتران الخطي على شكل قاف السين تساوي الف سين زائد با بحيث انه با اللي هو الثابت والف اللي هي معامل سين زي ما اخدنا الدرسة الماضي كيف بترسم هذا الاقتران بنرسم جدول بحط فيه قيم سين وبطلع صورتها بالاقتران العندية وبطلع معي ازواج مرتبة كنا ناخد قيم سين الافتراضية صفر واحد وسالب واحد او حسب وكنا نقول لنا مقلوب معامل سين وعكسة بالاشارة او نفسه في الاشارة حسب يعني افرضوا ان احنا حطنا قيم التالية واحد وسالب واحد منعوض هاي القيم بالاقتران بطلع معانا صورها الصدات وبعدين بنشئ ازواج مرتبة حسب القيم احنا حطناها السينية وحسب شو طلع معاي بالصدات وبعدين بسقط هاي الازواج المرتبة على المستوى الديكارتي وبيطلع معاي الخط المستقيم اذا انا بعطيك الاقتران بطلب منك رسم بتاسع تعلمنا العكس كيف تعلمنا العكس من معادلة الخط المستقيم المستقيم اللي هو الدرس الماضي كنت انا اعطيك الخط مرسوم واعطيك نقطتين واقعين على هذا الخط او اعطيك نقطة تفقنا وميل من خلال النقطتين او النقطة والميل كنا نطلع المعادلة كنا نقول الفرمن عام للمعادلة ساد ناقص ساد واحد ميم في سين ناقص سين واحد بعوض النقطتين بطلع الميل او النقطة والميل وبطلع شو المعادلة اذا هون من الرسم طلعت المعادلة هون من المعادلة انا رسمت تمام فسرنا هلا احنا مرينين بالجهتين انا بقدر اعمل زب تعطيني مثل الاقتران او معادلة الخط المستقيم انا بعرف ارسم لك اياها وزب تعطيني منها رسم انا بقدر اطول من عليها النقاط وبالتالي اطول المين وبالتالي شو اطلع المعادلة نفس الشي بالدارة بس الدارة اللي بفرق معيني انا ما عمري ولا صف من الصفوف قلنا لك ارسم دائرة ما عمري اعطتك معادلة الدائرة وقلتلك ارسم لي اياها عشان اطلع لي يعني ما عمري اعطتك معادلة دائرة تلك ارسمها اعمل جدول ورسمها هالمرة بس رح نتعلم لو كانت الدائرة مرسومة كيف انا اطلع معادلتها وبعدها ازا بدك انت تعمل للعكس نعطيك المعادلة وتحط عليها نقاط بعلمك كيف النقاط مثلا ونترسمها ما في مشكلة اذا هلا بنا نتعلم كيف انت تطلع معادلة دائرة من دائرة مرسومة يعني معلوم عليها بعض النقاط لما تكون الدائرة مرسومة انت بطلع نقاط اللي بدنا إياها اللي بيحاجة لنطلع فيها معادلة الدائرة تمام كيف ننبلش معادلة الدائرة ركز معا شوي اول شي من تعريف الدائرة سمتلك دائرة جاهز عشان انا فلنانة في الرسم الدائرة شو تعريفها من صف سابع كنا ناخدها هي جميع النقاط في المستوى والتي تبعد بعدا ثابتا عن نقطة ثابتة في نفس المستوى ايش الحكيات سيبك منه الدائرة هاي كم نقطة تقع عليها عدد لا نهاء من النقاط كل النقاط اللي بيقعوا على هاي الدائرة بيبعدوا بعد ثابت عن نقطة ثابتة شو يعني بعد ثابت شو يعني نقطة ثابتة نقطة ثابتة اللي هي من شباب اللي هي المركز كل النقاط التي تقع في الدائرة هاي قلنا عدد لا نهاء من النقاط تبعد بعد ثابت شو يعني بعد يعني مسافة ثابتة هاي النقطة عن نقطة ثابتة هاي المسافة شو بنسميها نقاط إذن لما بحكي لك تبعد بعدا ثابتا كلمة بعدا ثابتا شو نفسها نفسها نقاف لما ولك نقطة ثابتة اللي هي نفسها مين؟ اللي هي نفسها مين؟ المركز إذن أي نقطة تقع على هاي الدائرة بتبعد مثلا هاي هاي النقطة بتبعد بعد ثابت عن المركز هذا البعد شو بسمي أنا؟ بسمي شو نقاف افترض أنت عندي أن المركز أنا سميته دال ها وقبرا عن زوج مرتب ليه لأن أنا مسقطه على مستوى إحداثي هاي النقطة تقع على الدائرة بدأ أسميها أنا النقطة سين صاد تمام؟ تعني سميها واو؟ سين صاد إحداثياتها سين وصاد والمركز دال وها كيف أطلع معادلة الدائرة؟ اللي طلعها مش عالم ولا اختراع ركز معي بالدرس الأول كنا ناخد المسافة بين النقطتين تعني اعتبر النقطتين اللي هم واو وميم تتذكر الدرس الماضي؟ المسافة بين واو وميم هي نفسها مين؟ هي نفسها نون قاف نسمي نون قاف حرف معين لهو راه إذن راه لهو نفسه شو؟ نصف القطر المسافة بين نون وميم زي ما أخدنا بالدرس الأول هي عبارة عن تحت الجذر فرق السينات وفرق الصادات تعني اعتبر إنه هاي النقطة التانية وهاي النقطة الأولانية فشو منقول؟ سين ناقص دال تربيع زائد صاد ناقصها تربيع هذا من أي درس؟ درس المسافة بين نقطتين المسافة بين واو وميم كمان مرة هي نفسها نوقاف أنا رمزت الهرة عشان نخلص بدأ من نظل نكتب هيك هي نفسها فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع من عندي السينات؟ اعتبرت هي النقطة التانية سين ناقص دال تربيع زائد صاد ناقصها تربيع مش حابب أشوف الجذر منظر الجذر موحلو كيف بطير الجذر؟ بالتربيع ربيع للجهة هاي ربيع الجهة هاي بسين عندك را شو بتساوي؟ سين ناقصها تربيع سين ناقص دال عفوا تربيع زائد صاد ناقصها كلها تربيع وهي عبارة عن شو؟ معدلة الدارة ذهن مش اختراع ذرا اللي طلعها جابها من مسافة بين نقطتين بشكل عام شو هي معدلة الدائرة؟ را تساوي سين ناقص دال تربيع وشو؟ وزائد صاد ناقصها كلها تربيع بس طبعا شباب ركزنا احنا هون ربعناها فهون تربيع وهون شو؟ تربيع هاي هي معدلة الدائرة رح استعمل شغلتين عشان تقدر تطلعها شو هما الشغلتين؟ البعد الثابت والنقطة الثابت اذا انت من تعرف الدائرة باين معك كل الدائرة بتقوم على مركز ونقطة تقع عليها عشان انا قدر اطلع مين ننطف فاذا معدلة الدائرة را تربيع صاد ناقص دال تربيع زاد صاد ناقصها تربيع بحيث انه دالها عبارة عن زوج مرتب شو اسمه؟ اسمه المركز اذا المركز شو اسمه دالها ولازم كن معك معلوم من هو را اذا لازم اعطيك را هي نصف القطر نصف القطر متعود شباب اخطي معلش وايش؟ واعطيك المركز طب ممكن مستعطيني اشياء غير هيك واقدر اطلع معدلة الدائرة اه يعني لازم ضروري اعطيك المركز نصف القطر ممكن اتخوت عليك واعطيكي القطر تقسموا عتناصر نصف القطر ممكن كمان اعطيكي بطريقة ثانية اللي هي نقطة تمرع الدائرة زي ما هون في نقطة تمرع الدائرة انت بتطلع نصف القطر بالتالي بتطلع معادلة الدائرة يعني بالشكل عام ايش استفدنا احنا من الحكيه؟ بالنهاية بقدر اطلع معادلة الدائرة معادلة الدائرة تطلع معاك من خلال اعطيك المركز احداثيات المركز تمام؟ واعطيك را من هي را اللي هي نفسها نصف القطر ممكن طريقة ثانية هي هيك الطريقة الاولى الطريقة الثانية اللي هي شو؟ بعطيك المركز وبعطيك معاها شو؟ بعطيك نقطة تمرع الدائرة قلنا للمرة الالف شو يعني نقطة تمرع الدائرة؟ يعني بتحل معادلة الدائرة اي نقطة بتمرع الدائرة شو بكون على قطها مع المركز؟ رسم توضيحي سريع هاي المركز اي نقطة تمرع الدائرة وتقع الدائرة شو علاقتها بالمركز؟ ان المسافة بيناتهم بتكون نفسها نصف القطر فانت بتوجب نصف القطر يلا نشوف اول مثال عشان تتأكد انك فاهم طبعا فيه شغلات بالدرس معرفلك اياها معطيك اكتر من قانون مرة بالصورة القياسية والصورة العامة الصورة القياسية بس لو كان المركز نصف القطر ما بدي اياها مرة واحدة معادلة صاد سين ناقص دال كلها تربيع زائد صاد ناقصها كلها تربيع بتساورة تربيع دال وها اللي هم المركز وراله يمين نصف القطر دعنا نروح للمثال الاول موسيقى